بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ما تعقب الليل والنهار كلمة إلى كل مرأة مسلمة فاطنة إلى كل مرأة مسلمة تخشى الله عز وجل وتخاف عقابه إلى كل مرأة مسلمة تريد دخول الجنة والنجاة من النار بعض النساء أو بعض Gao بعض النساء يوم القيامة قد تجد في صحيفتها مكتوب أنها زانية وأنها كذا وكذا ومع أنها لم تزني في الدنيا ولم تقترف هذه الفحشة السبب هو تعطرها وخروجها من بيتها متعطرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعطرت المرأة وخرجت من بيتها فمرت على الرجال فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا وفي رواية فهي زانية إذن المرأة إذا تعطرت واستعملت الطيب واستعملت البخار واستعملت الريحة أو البخفة كما نقول وخرجت من البيت سواء ذهبت إلى العمل أو ذهبت إلى المسجد أو ذهبت إلى التسوق أو ذهبت إلى أي مكان فمرت على الرجال ودخلت إلى ما كان فيها الرجال فوجدوا الرجال فوجدوا رائحتها ووجدوا رائحت هذا الطيب فهي تكتب عند الله زانية لذلك وجب على المرأة أن تتفطر إلى هذا الأمر إياك أختي المسلمة أن تتساهل بهذا الأمر كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا تفيلات كما ورد في الأثر تفيلات معناها غير متعطرات غير متبخرات بدون رائحة بخور وبدون عطر أختي المسلمة لا تتساهل بهذا الأمر فإنك ستكتبين عند الله زانية أسأل الله عز وجل أن يهدي جميع نساء المسلمين والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر